تعد تراستيفيري واحدة من أكثر الإحياء المميزة في روما حيث ما زال من الممكن أن تضيع في العثور على جوهر روما الأكثر أصلة وعراقة بين الأزقة الصغيرة النابضة بالحيوية والأسواق الصغيرة والمحال التجارية وورش العمل الحرفية في اللغة الإيطالية يطلق على نهر التيبر اسم تيفيري وبالتالي فإن كلمة تراستيفيري تعني عبر النهر أو التراس الذي يطل على النهر لقربها منه تم تطوير الحي في البداية من قبل الطبقات الاجتماعية الأقل ثراء في روما لكن اليوم تغيرت الأمور وأصبح الحي ذا قيمة ليس فقط لحياته الليلية وحاناته ومطاعمه العتيقة ولكن كونه يحتوي على نصب تذكارية وكنائس وأعمال فنية لا تقدر بثمن جئنا إلى هذه المنطقة تراستفيري حيث سيكون الجو رائعا لقد عملونا جيدا والحقيقة هي أننا أحببنا الجو حقا ثم سنزور مختلف مناطق روما أتينا إلى روما عموما لأننا نعتقد أنها مدينة جميلة وبالنسبة لتراستفيري فهي مليئة بالأجواء الثقافية والمتاحف والكثير من الأجواء بعد تحسن المؤشرات الوبائية وإعادة الفتح عادت الحياة للحي من جديد حيث بإمكانك أن تشتم في الهواء رائحة المنتجات التقليدية لروم القديمة عمليا حي تراستفيري الشهير يقع في روم القديمة وهنا أيضا المطاعم والأكشاك هنا تتنفس الثقافة الرومانية الإيطالية لذلك الأجانب يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤية مناطق تراستفيري المطلة على النهر خاصة في فصل الصيف حيث يوجد معرض تيبر إكسبو عند غروب الشمس يجتمع الشباب هنا للدردشة وتناول المأكلات والمشروبات في العديد من الحانات والمطاعم المنتشرة فيه محمد الغزو رومع